بسم الله الرحمن الرحيم نكمل الواحد الرابعة الدفعات قلنا قانونين احنا قلنا قانونين ازاي نحسب جملة دفع مركبة عادية او فورية نطبق ونشوف المسائل بتقول لنا ايه يودع شخص مبلغ 2000 دولار في احد البنوك بمعدل فايدة مركبة 12% وزيك لمدة 10 سنوات طبعا ناخد بنا جدا بفايدة مركبة اذا كان فيه تعامل في السنة اكثر من مرة ولا اقع حتة ضرب المعدل اسمت المعدل وضرب المدة احسب الجملة ركز بقى هي الجملة زيك كمه حالية نفس البيانات ولكن احسب الجملة ولا احسب كمه حالية طبعا نانا يودع شخص مبلغ في احد البنوك كل سنة يبقى دي المبلغ سابت والمدة سابتة يبقى دي دفع على طول فهو يقول احسب جملة ما يتكون له اذا كان الادع مرة اخر السنة يعني عادية ومرة اول السنة يعني فورية نشوف كده ايه اللي هيحصل نكتب البيانات بتاعتنا الدفعة بالفين الان عشر سنوات الاي باثناشر طبعا الان والاي كما هما لان ما فيش اي تعاملات داخل السنة طب الادع اخر السنة يعني الدفعة عادية جملة الدفعة بتساوي ايه ايه في اس ان اس ان قلنا العلمة دي معناها ايه اه دفعة بفايدة مركبة طيب ايه في اس ان اللي هي عشر سنوات والمعدل بكتبه تحت الان كده صغير اللي هو الاثناشر في المية ده دي كده الرمز اللي موجود عندك في الجدول دي حضرتك ممكن اطلعها في الجدول في صفحة خمسمائة خمسة وعشرين القيمة دي على طول اضرابها في الالفين يعني القيمة دي موجودة في العمود الرابع الجدول اهو سيبك من اول عمود والتاني دول بيخصوا الجملة والقيمة الحالية بتوع المبلغ الواحد اما الدفعات تبدأ من هنا اللي هي اس ان يبقى ان اللقتي يعني في جدول الاثناشر في المية في صفحة خمسمائة خمسة وعشرين هقف عند عشر سنوات امشي كده غاتل عمود الرابع ادي الاول التاني التالت ده العمود الاسف ده الاول الان ادي التاني ادي التالت ادي الرابع امشي كده هلاقي القيمة هنا دي هي قيمة الاس عشرة عند اتناشر في المية اللي هي القيمة سبعتاشر خمسة اربعة تمانية سبعة تلاتة خمسة بعد العلامة اضرابها على طول في الالفين. طب لو انا عايز استخدم الالحسب على طول. واحد يقول لي طب افرد انا مش عايز استخدم الجذاوي. اعمل ايه? افك دي. الاس ان دي تتفك يا جماعة. بتتفك سزاي واحد زائد اي اس ان ناقص واحد على اي. ناقص واحد دي تحت كده. يعني ايه? يعني ما اجيب الجملة بتاعت العادية اقول كده الفين وافتح قوس واحد زائد اي اللي هي اتنشر في المية. اس ان اللي هي عشر سنين. ناقص واحد على 12 من 100 لو حصرتك استخدمت الألحة حسبك ضربت على طول الألفين في القيمة دي اللي هي القيمة الجدولية دي هيطلع على طول 35097 بدون ما تلجأ إلى الجدول أو تلجأ إلى الجدول تجيب الجزئية دي وتضربها على طول في الألفين طبعا الجدول بيبقى أسرع بس تطلع على الرقم صح أو تدخلها على الألحة حسبة برضو هيديني نفس الناتق طب دي الدفع العادية طب لو راجل هيدفع دفع فورية هيدفع في أول المدة أعمل ايه أضربها في واحد زائد آي اللي هي قيمة العادية أو شوف بقى جملة دفع الفورية بتسوي إيه إيه في إس نقطتين قلنا نقطتين دي يعني فورية يبقى خلاص نعرف الرموز كويس جدا انه رموز عالمية على فكرة يعني مش هتلاقي فيه اختلاف بين الكتب يعني يعني حتى لو لقيت كتاب رموز عربي هتلاقي الجملة بسها بيحط عليها نقطتين خلاص باستخدام الألحة حسبة ممكن أشتغل على طول وممكن أشتغل باستخدام الجداول طيب دي بتتفكز دي ملهاش عمود في الجدول ليس لها جدول لكن أختها اللي هي من غير نقطتين لها جدول بس بقول لي عشان تفك الإس اللي بنقطتين أي حاجة بنقطتين في المركبة تساوي واحد زائد آي في اللي من غير نقط يعني حضرتك لو ضربت أي حاجة عادية في واحد زائد آي حولتها إلى فورية ويعني ده كلام بسيط خالص يعني طيب يبقى جملة دفاعك فورية أهو ايه في واحد زائد آي في اللي العادية اللي أنا طلعتها من الجدول قبل كده تروح بتداني الرقم ده لو 39F39 طب في طريقة أسرع يعني طبعا أنا بديك الطريقة الرسمي اللي في الكتابة هي والطريقة الأسرع دي بقى اللي هي ايه يعني من خبرتي معاك في الشرح ممكن ايه اديك حاجة تسرع لك الحل شوي طب أنا دلوقتي جبت جملة الدفاعات العادية بكام نرجع كده معلش خطوة للشريحة القبل دي جبتها بـ 35097 35097 وشوية كسور تابعا 47 من 100 الفورية بقى بص لو انت عايز تبقى أسرع ومدام انت فهمت القصة خد العادية كلها على بعض بالإيه بكله اضرابها في واحد زائد آي دي أسهل بكتير آه يعني أضرب ايه يعني أضرب 35097 و47 دي في واحد زائد الآي بتاعت المسألة كانت واحد زائد 12 من 100 يعني دي على بعضها ممكن الحاجة تجمعها تبقى 1 و 12 من 100 كده على طول يعني أضرب الرقم يعني الرقم الثلالي ده أخذوا على الآل حسبة أضربه في 1 و 12 من 100 يديني الرقم ده على طول مباشرة ودي بس ايه يعني هنتعلم الطريقة الرسمية وازاي الجداول وبرضو كيف مدام في هند نقدر نصرع الحل كويس جدا ونحل أي مسألة بثواني معدودة في الآل الحسب على طول وإن شاء الله نلتقي نكمل تطبيق على الدفعات المركبة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته